بخطة واثقة وبإمكانات بسيطة تواصل المقاومة في عتم صد هجمات الميليشيا على المديرية فالمديرية التي تتبع ذمار وتبعد عن مركز المحافظة نحو 55 كيلو مترا كانت مسرحا للعديد من المواجهات بين الطرفين في أغسطس من العام 2015 أرغمت المقاومة في المديرية الميليشيا على توقيع اتفاق سلام لإنهاء الحرب بعد مواجهات عنيفة تكبدت خلالها الميليشيا العديد من القتلى والجرحى المواجهات تجددت في الثالث عشر من فبراير الماضي وتحديدا في عزل الربيعة والشرم العالي والثلوث وجبل حلفان حين عمدت الميليشيا إلى نقض اتفاق السلام السابق ما تسبب بإشعال موجة جديدة من المواجهات خلال معارك ساعات الأخيرة في المديرية وتحديدا في جبهة الشرم العالي مع قل قائد المقاومة عبد الوهاب معوضة نصبت المقاومة العديد من الكمائن للميليشيا ما تسبب بقتل عشرات منهم وأسر آخرين بحسب المركز الإعلامي للمقاومة في المديرية اجتداد المواجهات دفع بالميليشيا إلى إرسال المزيد من تعزيزاتها العسكرية إلى المنطقة والعمل على حصارها وقصف تجمعات المدنيين هناك بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة في محاولة لتعويض هزائمها على الأرض